بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبد ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل أن لا تتخذ من دوني وكيلا ذريئة من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلنا علواً كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما أبعثنا عليكم عباداً لما أوليب بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين واجعلناكم أكثر نفيراً إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الأخرة لأسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيراً عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ ذَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَرُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا بسم الله الرحمن الرحيم وَالْأَجْنِي إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَى إِلَّا وَحِيُّ يُحَى وَعَلَّمَهُ شَهِدُ الْقُوَالُ مِرْوَةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَلَّى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَلَّى ثُمَّ تَنَافَ تَذَلَّ فَكَانَ قَوْفَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَلْنَى فَأَوْحَى إِلَى بِدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآهُ فَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْ تَسِغْرَةِ الْمُنْتَاعِ عِنْ تَسِغْرَةِ الْمُنْتَاعِ عِنْ تَجَنَّةُ الْمَأْوَى عِنْ تَسِغْرَةِ الْمَا يَرْشَ وَمَا مَا زَاغَ الْمَصَرُ وَمَا تَغَالَ قَيْرَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُمَرَى أَفَرَأَيْتُمُ الْلَاتَ وَالْعُزَّ عِنْ تَسِغْرَةِ الْمَصَرُ وَمَعْنَاكَ الثَالِثَةَ الْأُخْرَاءَ لَكُمُ الذَّكَ وَلَهُ الْأُنْفَاتِ لَكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَاءَ إِنْ هِيَ إِلْمَا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا أَنتُمْ وَآبَاؤكُمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَاتَهُ وَالْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُذَاءَ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى صدق الله العظيم